اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واعتقد ان المواجهة الفكرية والعلمية اليوم مع الالحاد العلمي بمستوى يحتاج تدخل الالهي لهذا كان ما قمت به من تصدي لهذه القضية التي تعتبر قضية الاولى للدين والايمان واعتقد كتاب وهم الالحاد قلب الطاول على الالحاد والى اليوم بعد مرور فترة طويلة هي اكثر من كافية فاني لم اجد اي رد من الملحدين على ما طرحته في كتاب وهم الالحاد لاثبات وجود اله من نفس المسائل العلمية التي تبنوها ترجمة نانسي قنقر